غريبة جدا الموسم ده ريال مادريد بدأ الموسم من غير بنزيمة بدأ الموسم تقريبا من غير تيبو كورتور اللي تصب بدأ الموسم بعد بداية الموسم بحاجات بسيطة فينسيوس ياخد قصة برضو طويلة تقول إن الموسم ده هيبقى كاريسي على ريال مادريد ويطلع بيه ريال مادريد بالدولة وبدولة أبطال أوروبا إزاي ده حصل؟ كارلو أنشلوتي مميز جدا في فكرة إن هو يعرف يطلع أفضل شيء من كل اللعيبة أيا كان هم مين؟ يعني أندري لونين أصلا في الأساس كان عيمش أصلا من ريال مادريد بيحاول يدور على فرصة عشان يلعب كمان كيبة عشان هو اللي يلعب يعني أنت جايب كيبة إن هو هيبقى لونين بردو البديل لأن كورتورة مصابة طول الموسم ففجأة لأ لونين بيأخد فرصته واحدة واحدة ففجأة بقى هو الحرس الأساسي للفريق وهو اللي وصلهم لنهاية دور الأبطال وكان ممكن يكون موجود النهاردة كريم بن زيمة غاب هو أنشرته غير الخطة أنا مش هلعب بمهاجم رئيسي بس هيب عندي واحد زي بلنجهام هو هخليه نجمل موسم على شكل غير متوقع يعني فيه ناس كتير تشوف بلنجهام اللي هو إيه؟ ده وصل للبيك بتاعه أكلمه لعيب عنده 30 سنة هو أصلا لسه عنده 20 سنة بيقول باسم دار الحمر رحيين فأنت متخيل أنه هو لعيب أنت بتعتمد عليه بشكل واضح جدا ومش في مركزه وبتعرف تطلع منه أفضل شيء ممكن هو نفسه ما كانش متوقعه وهو نفسه قال كده فينسيوس غاب في براهيم دياس في إيه؟ حتى أردا جولر اللي كان موجود في ريال مديد حتى تخصيله لما يشارك يعني خصيله هو اللي صعد ريال مديد في المرحلة النهاية دي؟ لا يعني كل اللعيبة يعني مفيش لعيب تاليما من أيام ما كان أنشرته بيدرب ميلا وما تكلمش على فكرة أن أنشرته بيعرف يطلع منهم ويعظم أدوارهم بشكل رهيب كلهم دايما بيتكلموا على الحطة الشخصية اللي بينهم وبينه يعني حرفان ممكن يطلعوا نار من بققهم علشان أنشرته فده اللي بنشوفه في كل اللعيبة اللي بتلعب سواء بيلعب أساسي سواء ما بيلعبش وبيغيب بعد فترة طويلة وبيرجع تاني لا السر دايما كارلو أنشرته وصوصا كمان برضو احنا بنتكلم عن جودة اللعيبة حتى لو بديل انت في ريال مدريد فبتخليك يعني تعمل كل حاجة متوقعة وغير متوقعة فده دي ميزة رهيبة جدا كارلو أنشرته يحصد عليها ويمكن أنا أفتقدها بعد ما يقتزل ما فيش مداربين كتار في الوقت الحالي مثلا ممكن نشوف كلوب بس فيش مداربين كتار عندهم لفكرة أنه يعرف يتعامل ملعبها شخصيا بشكل كويس أوي ويطلع منهم أفضل شيء ممكن كل مرة ده ما كنتش بسك فيه خالص ما عايز أعلي على الإسلام قاله أكتر انها بشوف أنشرته طبعا تاريخه طويل جدا وخمس بطولات دورة أبطالة أوروبا الموسم الحالي كارلو أنشرته هو الأعظم في مسيرته التدريبية لأنه مع فريق انتعدت الإصابات ريال مدريد الموسم الحالي تعرض لـ 38 إصابة ريال مدريد بدأ الموسم من غير كورتوى من غير مليتاو بعدها ألابة جاء الورباط صليبي داخل من غير يعتبر باكين كان الناس بتعتبر هو كرفخال مكمل ليه أصلا معنا فيلند مندي ريال مدريد كان بيحاول يبيعه بالضبط وكان بيحاول يبيعه في الصيف بيدخل بعدها الموسم تشواميني وكامافينجا كل اللعيبة دي من غير مهاجم يعني ماشي بنزيمة طبعا أنا عايز مهاجم يا جماعة خد خسليو لعيب جاي إعارة لدرجة النادي مش وصل فيه فجابه إعارة من غير أحاقيت شيره ومن غير أي حاجة فراجل قرر أن أنا معنديش ألبين دفاع ألابة تصاب ومليتاو تصاب فأنا هرجع تشواميني لعيبه مدافع معنديش باكشمال فهلعب هروح ألعب بكامافينجا باكشمال عادي جداً معنديش وسط ملعب كلاعب ارتكاز النهاردة بنشوف توني كروز بيلعب مركز ستة عمره ما عملها في مسيرته غير مع أنشلوتي بيلعب بمركز ستة معنديش مهاجم هغير مركز بيلنج هام كله وخليه أشبه بالرأس الحربة ويبقى هو هداف الفريق فينيسيوس جونيور لو رجعنا شوية فينيسيوس جونيور فطر زيدان كانت ناس كلها بتشتن فينيسيوس لدرجة أن ساعتها الكاميرات جابت بنزيمة وهو بيتكلم بيقول ما حدش باصل فينيسيوس وبيلعب معهم ما حدش باصل يا جماعة دلوقتي تبقى فينيسيوس جونيور هو أحسن لعب في العالم بلا جدال هو أحسن لعب في العالم دلوقتي موجود ده كله عشان أنشلوتي فكرة أنك تبقى كمدرب قوامك الأساسي اللي أنت داخل باني عليه الموسم كله بيتصاب لدرجة أن كل لعيب ريال مدريد باستثناء توني كروز تعرضوا لإصابات على مدار الموسم ده في الآخر تنهي الموسم وانت واخد دور إسباني واخد دور أبطال أوروبا في مشوار كان دايما الناس بتروح لأنشلوتي لفكرة أنه دايما مع فرقة النجوم معا ميلا كاكا وسيدورف وشيفتشينكو ومعا ريال مدريد ورونالدو وديمارية لأ ودلوقتي الراجل بيدخل من غير فرقة كاملة وبيعدي على فريق زي منشستر سيتي الفريق المرعب الوحش الكاسح بتاع إنجلترا بيعدي على فريق زي باير نيميونيخ وكل السيناريوات دي وراجل بيقدر يوصل نهائي وبيكسب البطولة بلعبة هو عمل بيلعبه مزاج شطرنج انت لعي نص ملعب لا تعلم تلعب مدافع انت لعي نص ملعب تعلم يلعب باك شمال كل ده بسبب حاجة واحدة بس اللعبة بقت مؤمنة بأنشلوتي هو لما يجي أنشلوتي يقول لي انت هتعرف تلعب مدافع يبقى أنا هعرف على مدار قال له انت بتعرف تلعب مدافع قال له هجرب قال له دق تعالى يلا هللعب مدافع اللعبة بيتوسك